النهاردة كان فيه مجلس إدارة مهمة في النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب جلسة فيها كتير من الأمور المهمة هنروح للنادي والزميل للأستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة النادي نشوف أهم مصادر عن المجلس من قرارات كل التحية لحضراتكم مشاهدين الكرام في كل مكان الاجتماع المهم المنعقد لمجلس إدارة النادي الأهلي في مقره التاريخي بالجزيرة بقيادة الكابتن محمود الخطيب استعرض العديد من الموضوعات الحقيقة سنعرض لبعضها في هذه الدقائق المجلس الحقيقة في بداية إنعقاده حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على دعوة أعضاء مجلس الإدارة جميعا للوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله السيد العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس إدارة النادي الذي رحل عن دنيانا بعد أزمة صحية عاصفة خلال الشهور الماضية وثمن الكابتن محمود الخطيب الحقيقة جهود الفقيد الراحل الذي خلف فراغا كبيرا ثمن جهوده وعطاءه اللامحدود للنادي الأهلي على مر سنوات طوال وقرر المجلس دراسة الطريقة الكبيرة واللائقة لتكريم وتأبين الفقيد الراحل خلال الأيام المقبلة إن شاء الله تقديرا لعطائه المخلص والكبير على مدار سنوات طوال رحم الله الوزير العمري فاروق العمري نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وأسرة النادي الأهلي وذويه وكل محبيه الصبر والسروان إن شاء الله الحقيقة أن المجلس أيضا يعني استمع إلى شرح واف من المستشار الهندسي حول ملف الإنشاءات في كل فروع النادي الأهلي ونخص بالذكر هنا فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد خصوصا أن المساحته كبيرة جدا ومترمية الأطراف وبها العديد من المنشآت وبيشهد معدل إنجازات كبير جدا في عدد من المشروعات اللي بيتم تنفذها في الشيخ زايد رغم الظروف الاقتصادية وتغير الأسعار من آن لآخر كمان تم استعراض المخطط العام لربط المنشآت القائمة والقديمة بالمنشآت الحديثة هناك حمام سباحة جديد الشركة المنفذة المشروع استلمت بالفعل الأرض وبدأت في عمليات الرفع المساحي والعمل على الفور بالإضافة إلى متابعة استلام الأجهزة المتأخرة الخاصة بصالة اللاقة البدنية الجيمينيزيوم أو الجيم كان هناك صعوبة شوية في عملية استراد الأجهزة أيضا بسبب بعض الحقيقة التأخر في توفير السيولة بالعملة الأجنبية لاستراد هذه الأجهزة لكن المجلس حريص الحقيقة على تدبير هذه الموارد والأموال لسرعة العمل على استراد الأجهزة ودخول الجيم حيز العمل على طول بالإضافة إلى متابعة معدل الإنجاز الكبير في مسجد النادي في الشيخ زايد على أن يستقبل المصلين إن شاء الله بعد شهر أو يزيد قليلا في شهر رمضان المبارك كل عام وحضرتكم بخير الحقيقة التفرة الإنشائية التي النادي الأهل شاهدها في مقره الرئيسية وفي فروعه المختلفة هي تفرة بالتأكيد وشار لها بالبنان لكن الآن الشيخ زايد العمل فيه يسير بوتيرة متسارعة للانتهاء من كل المشروعات الموجودة في هذا المقر أو في هذا الفرع الكبير الحقيقة صاحب المساحة الكبيرة أيضا عايزة أقول لحضراتكم كمان أن المجلس في ألعاب الصلاة حريص على أنه يقدم أفضل الحقيقة البنية الأساسية لفرق النادي المختلفة لأداء مبارياته عليها وحتى التدريبات علشان كده تم الحقيقة الموافقة على تجديد وتغيير أرضية صالة الأمير عبدالله الفيصل طبقا لأرقى المعايير العالمية وباستخدام المواد الحقيقة التي متفق عليها دوليا في هذا المجال من أرقى الأنواع لتليق الصالة وأرضيتها بالنادي الأهلي وفرقه المختلفة في الإلعاب الجماعية المختلفة سواء سلة أو طائرة أو يد أو غير الحقيقة من البطولات التي تستضفها صالة الأمير عبدالله الفيصل أخيرا المجلس وفي إطار حرصه على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء النادي الأهلي في فرقه الرياضية المختلفة خصوصا المراحل السنية المبكرة فقد قرر المجلس تقديم كافة الدعم وتحمل أعباء المالية الخاصة بهذه الفرق في المراحل السنية المبكرة تشجيعا للمواهب الكبيرة التي تكون موجودة من الأعضاء الرياضيين في هذه الفرق هذه كانت مجموعة من الحقيقة ما استعرضه وما قرره مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين خمسة فبراير عشرين أربعة وعشرين بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة ودامت مصر دائما في عزة ومنعه والأهلي في المقدمة اشتركوا في القناة